المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها الوحيد للليلة السيد هاشم صفي الدين يؤكد أن المقاومة أصبحت جزءاً أساسياً وقوياً في معادلات المنطقة فكيف أصبح الحزب قوة إقليمية؟ من لبنان إلى سوريا والعراق وفلسطين أي دور لعبه حزب الله في مواجهة المشروعين الأمريكي والتكفري؟ المقاومة تثبت معادلات في مواجهة الإسرائيليين كيف ينظر الاحتلال إلى الحزب وأي تأثير لشخصية أمينه العام مساء الخير في كلام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الأخير مواقف ينبغي التوقف عندها أبرزها تأكيده أن المقاومة أصبحت جزءاً أساسياً من المعادلة الأقليمية فأن يقال أن حزب الله قوة إقليمية فذلك يعني أنه ليس فقط جزءاً من المعادلات في المنطقة في حسب بل لاعباً أساسياً في رسمها فكيف أصبح حزب الله قوة إقليمية؟ وما هي القدرات والإمكانيات التي يمكن على أساسها تصنيف حزب أو تنظيم قوة إقليمية؟ المعروف أن حزب الله حقق من خلال مقاومة في لبنان انتصارات عديدة على إسرائيل أهمها إجبارها على الانسحاب وتحرير جنوب لبنان ومعروف أيضاً دور حزب الله المباشر والمؤثر في التصدي والمواجهة والصمود في سوريا والعراق وفلسطين فما هي المحطات التي عبرها حتى بات بهذا الحجم والحضور والدور بعدما كان حزباً لبنانياً محدود التأثير والفاعلية هذه العنوين وزوايا النقاش نطرحها على ضيوفنا في مسائية الليلة من واشنطن ينضم إلينا الدبلوماسية الأمريكية السابقة سيد مايكل سبريغمن مساء الخير سيد مايكل أيضاً نرحب من موسكو بالدبلوماسية الروسية السابقة الدكتور ألكساندر زاسبيكن مساء الخير دكتور ألكساندر والترحيب موصول من لندن بمدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبرج دكتور مكرم خوري مخهول أهلاً بك دكتور مكرم إذن نرحب بكم جميع ضيوفنا الكرام في مسائية الليلة ولكن قبل أن نبدأ النقاش والحوار أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين خلال لقاء أقامته التعبئة التربوية في الحزب وجود تحديات كثيرة لافتاً إلى أن المقاومة أصبحت جزءاً أساسياً من المعادلة الإقليمية وأن صواريخها تصل إلى أبعد نقطة في إسرائيل نحن عنا تحديات كثيرة تحديات إقليمية ونحن الآن ما بنخذنا نحن اليوم أصبحنا جزءاً أساسياً في المعادلة الإقليمية هناك لبنانيين يخافوا من هذه الكلمة يخافوا أنا شو أعملهم؟ يحمي بلدي يحمي ناسي يحمي شعبي يحمي مستقبلي يحمي مستقبلي يجب أن نخلي لبنان محصن لا مجال لتحصين لبنان إلا أن تكون قوياً في المعادلة الإقليمية وأي حكي تاني ما له إيمة على الإطلاق أي حكي تاني بين قلنا ما له إيمة هو حكي استسلام وحكي تنازل لمصعد إسرائيل إسرائيل عم تصرخ مننا بالإقليم إسرائيل خوفان من إسلاحنا إسرائيل خوفان من مقاومتنا إسرائيل ما عم تنام الليل من المعادلات التي أنجزناها لاذا نريح إسرائيليين؟ السيد صفي الدين لفت إلى أن نقطة ضعف الإسرائيليين تكمنوا في عدم رغبتهم بالدخول في حرب البحار محل دون إمكانية استهدافهم بواخر النفط الإيرانية وأشار إلى قدرة حزب الله على منع أي سفينة من دخول السواحل الفلسطينية المحتلة إسرائيلي قال أنه نحن لا نريد أن ندخل حزب الله في معادلات حرب البحار وهذا ما معنى تنقطة ضعف سدوني هذا الحكي أولا إلا خليني غلطوا معنا ونشوفوا طالما لا تخوفينين نحن فوتوا معنى 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 البحار فولوا عننا أني بنعلان عصاب ورهاب ماشي الحار خلي يلقوا بالبحر إذا فيه يلقوا إسرائيل شو بدأ إسرائيل ما نبيعه الصواريخ نبطال وين لأبعد نبطال نحن من الصواريخ نبيعه نخلي بعد باقرة تفوت لا على عكا ولا على حيفا ولا على تل أبيب ولا على المكان فيها تكمل إسرائيل أجدد الترحيب بضيوفنا وأبدأ الحوار معك دكتور مكرم خولي مخهول من لندن حينما نتحدث عن هذا الحزب وانطلاقا من مقاله السيد هاشم صفي الدين نحن لا نتحدث دكتور مكرم عن دولة تمتلك هذه الجاهزية هذه الحنكة السياسية وتأملات نموذجية يمكن القول بأنها عبارة الحدود ضف عليها القوى العسكرية هنا نتحدث عن حزب والسؤال الرئيسي والمركزي كيف غدا هذا الحزب القوى الرادعة يتمتع بهذا الثقل وهذا الحضور الإقليمي مساء الخير أستاذ وفاء لكي والضيفين الكريمين سأعرض فرضيتي وأقول ولكي يفهم أيضا الضيفين الكريمين سأستعمل المفردات العلمية باللغة الإنجليزية أن فرضيتي تقول أن حزب الله ليس فقط حزبا وأيضا ليس فقط أنه أصبح وكان قوة عابرة للإقليمية حزب الله وبالمفهوم الأكاديمي هو ما يسمى بالسبستيت هو دولة فرعية ولذلك حزب الله يلعب الآن بموازين القوى المحلية والإقليمية والعالمية وبينما نشهد عالميا وبالتحديد في العالم العربي دول فاشلة نحن أمام ظاهرة ممكن أن نسميها نجاح الدولة الفرعية في عالم متخبط وإقليم تسوده الحروب المتعددة وأصبح حزب الله كذلك بعد أن كان فقط حزبا صغيرا بعد فترات الأولى منها ممكن أن نتكلم عن منذ غزو لبنان في عام 82 ولغاية التحرير في عام 2000 هذه كانت الفترة الأولى والفترة الثانية هي من عام 2000 إلى 2006 وإلى النصر في حرب تموز عندما برز حزب الله أكثر على الساحة الإقليمية وبعدها وبالتأكيد ومنذ 2011 وقيام الحرب على الجمهورية العربية السورية ولغاية الآن انطلق حزب الله ليكون دولة فرعية وبالأصل نظريتي تقول أنه لولا مقاومة حزب الله الذي جاء أولا وقبل أي قوة لكي يساند الحليف السوري لكان الاحتلال الصهيوني على أبواب دمشق وأنتهي بالقول أن حزب الله عاد وأكد عمله وقوته عندما قام مؤخرا وبالتأكيد وبالتعاون مع حلفائه الإقليميين ليس فقط بكسر حصار الوقود على الدولة اللبنانية وإنما هو في ذلك ربط وبمنهج عامودي بين المحلي والإقليمي والدولي وليس فقط أنه أصبح قوة محلية وإقليمية بل أنه الآن لديه كلمة وقوة تردع ليس فقط الداخل والإقليم وإنما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها وانطلق من النقطة الأخيرة يعني بمحطات مفصلية ذكرتها دكتور مكرم خصوصا من التحرير الذي لفت النظر بشكل واضح إلى هذه القوة إلى هذا الحزب الذي شكل المفارقة الكبيرة بكسر هيبة إسرائيل في المنطقة وصولا إلى حرب تموز 2006 وتمظهرت هذه القوة الإقليمية بشكل أكبر بما جرى في الحرب في سوريا سيد سبريغمان على امتداد تاريخه حزب الله لم يحقق اليوم بالاستنتاجات فقط الانتصارات وحسب نحن نتحدث عن رسم وتثبيت معادلات وبمجاهرة ذلك بما قاله سيد هشم صفي الدين آخرها كان سفن كسر الحصار قال السيدة صفي الدين أنها المعركة التي فتحت بموضوع المزوت الإيراني نقلة نوعية بمواجهة الحصار الأمريكي والغرب الظالم على لبنان هل تدرك اليوم واشنطن مدى قدرة وقوة وتأثير هذه القوة هذا الحزب بميدان المواجهة حتى مع قوة دولية كبيرة مثل البلاد المتحدة الأمريكية هل لا وضحت السؤال لو سمحت لم يصالين الصوت سيد سبريغمان نحن نتحدث عن تعاضم هذه القوة لحزب الله هل أدركت واشنطن بكيفية ميدان المواجهة ولسيما مع المشروع الأمريكي وليس فقط المشروع الإسرائيلي في المنطقة المواجهة المباشرة وأخرها كان سفن كسر الحصار بمواجهة مباشرة ما بين حزب الله واشنطن كيف تتعاطى واشنطن الآن مع هذه القوة أعتقد أن واشنطن وعي لحد كبير لقوة حزب الله على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري ولا شك في أن أمريكا لا يستسيغ هذا الأمر ولذلك قررت أن تفرض العقوبات على سوريا الشريكة الأكبر على مستوى التبادل التجاري للبنان وجار لبنان وقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على نفوذها في لبنان من أجل دعوة إلى المظاهرات ومن خلال تأجيش النفوس وتحريك المعارضين عبر تحريض داخلي وعبر وكالاتها الاستخبارية الناشطة في الداخل اللبناني وعبر الكثير من القنوات الأخرى ولذلك أعتقد أن الأمريكيين توقون لكبح لجام حسب الله لأنهم يعرفون تماما أن هذا الحسب قد استقدم النفط الإيراني إلى أداخل اللبنانية الذي يعاني نقصا حادا في هذه المواد وقد أجبر حسب الله الإسرائيليين على الانسحاب بعد أن قاموا باشتياح واحتلال مناطق في جنوب لبنان والولايات المتحدة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لكي تقوم بشل حزب الله وبشل لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك من خلال الانقضاض على كل معارض أعرف مثلا بحالة سيدة رأت حساباتها المصرفية ألغي تماما في لبنان لمجرد أنها على ارتباط بعائلات إيرانية ولذلك أمريكا ترغب بالانقضاض على حزب الله عبر فرض العقوبات على لبنان سيد سبرجمان هل تسمح لي بتوضيح بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع هذه القوة وفرض معادلات فرضها حزب الله ليس فقط بالداخل اللبناني أو على الصعيد المحلي بل على الصعيد الأقليمي كجزء أساسي من محور المقاومة نحن الآن يقول السيد هاشم صفي الدين لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من أجهزة الدولة ويتحدث عن معرفة عميقة بتغلغ الوجود الأمريكي بمفاصل أجهزة الدولة اللبنانية ولكن إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر هنا ما هي الحسابات الأمريكية بالاستمرار بأمواجهة أو بالتضييق الخناق والتحريض الداخلي والتأليب حتى البيئة الحاضنة لحزب الله على هذا الحزب ما هي مآلات ومستقبل هذا المسار أعتقد أنهم يتوقعون أن يكون المستقبل على حاله فبنسبة الولايات المتحدة الأمريكية حسب الله هو طرف أساسي في محور المقاومة الذي يحتوي كذلك إيران وسوريا وإذا ما كان بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضعف لبنان وأن تؤلب الشعب اللبنانيين على حزب الله ستحقق نصرا حقيقيا لا أعتقد أن ذلك سيحدث صراحة لأننا أعتقد أن اللبنانيين عقلانيين وواقعين أكثر من أن ينساقوا خلف التوجهات الإمبريالية الأمريكية فاليوم حزب الله هو من يوفر النفط للبلاد وحسب الله هو الذي يمد الشعب أقله بالنسبة إلى بعض المناطق ببطاقات الإعانة الاجتماعية وبعت حزب الله يشكل حركة اجتماعية وسياسية استثنائية ويستغل ما يملك من نفوذ على مستوى الحكومة وهو جزء أساسي منها بهدف تحريك تغيرات الاجتماعية المطلوبة والتي مشاهنة أن تعود بالنفع على مستوى الشعب الأمريكي وذلك بالطبع لا تحبه الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريده أن يتعزز أقله بالنسبة إليها وإسرائيل التي ترغبان بإضعاف كل البلدان في المنطقة وأن تحرم لبنان بشكل أساسي من الاقتصاد المتعافي وسبل المعيشة التي يحتاجها السكان هنا يكمن الهدف الأمريكي إن كانت ستحقق ذلك أم لا لعرف وأمل ألا يتحقق ذلك وهنا ذكاء يمكن ونقطة قوة تحسب لحزب الله بأنه عندما ينتصر لا يستثمر ذلك بالإطار الداخلي لحزبه أهدى هذا الانتصار بتحرير لبنان لكل اللبنانيين حتى بكسر وفك الحصار لم يتعامل لا بمنطقة مذهبية ولا بالتمييز الطائفي بل كان هناك في توزيع لهذا النفط أو هذا المزوط الذي وصل إلى كافة مكونات الشعب اللبناني وهذا يحصن بنقطة له بموازات ما تتصرف به الولايات المتحدة الأمريكية اسمح لي أن ننتقل إلى السيد زاسبيكن بالرؤية الروسية سيد زاسبيكن يعني حزب الله انتصر بمعارك لوحده بتحرير لبنان بتحرير 2000 بتموز 2006 لكنه أيضا انتصر بمعارك مشتركة كجزء أساسي ومكون أساسي من محور المقاومة وكان للحرب السورية الأثر الأكبر وهنا القوة الإقليمية التي بات يوصف بها كيف تعتبرون حزب الله قوة أقليمية من الرؤية أو من الناحية الروسية ما هي الصفات التي جعلته يتمتع بهذه الميزة أو هذه الصفة صحيح صحيح بكل تأكيد التعاون ما بين روسيا وصوريا وخلفائها بما في ذلك بدرجة الأولى حزب الله الذي كان فعال جدا بالميدان في سوريا لعبة دورا أساسيا في ممكن نقول في التقارب بين روسيا وحزب الله خلال السنوات مكافحة الإرهاب في المنطقة وبالتهديد في سوريا وكان ليس فقط يشمل الموضوع الكفاح في خندق الواحد بل أيضا التقارب السياسي لأن التقييم لما يهدس في المنطقة كان متقارب ما بين الطرفين وكانت رؤية موحدة فيما يخص بتحديات وما هي الأطراف التي تقف تأييدا للإرهاب وما هي الأطراف التي تواحد جهودها فأنا كنت أشاهد هذا التقارب ما بيننا خلال فترة الأحداث في سوريا فكان حوار دائم ما بيننا تركيزا على الأهداف الأساسية الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأنا أعتقد أنه دور حزب الله لا يتجز عن نضال الشعوب العربية من أجل حقوقهم فبكل مرحلة كانت هناك القوة في طليعة لهذا النضال ومثل ما هو معروف عن روسيا دائما كانت طرف الذي يؤيد النضال للشعوب العربية فبالتالي طبعا الموقف الروسي سياسي من حزب الله إجابي جدا وهذا يتعلق بالمكافة الإرهاد من ناحية وبالموضوع النزال العربي الإسرائيلي من ناحية أخرى من المعروف أنه نحن نريد العوضة إلى عملية السلام في نفس الوقت أنه نحن نعرف أنه ما بين الشركاء في هذا المجال بدرجة أولى سوريا وخلفاء السورية سيد سعاد السفير هل يمكن الحديث من هذه الرؤية هذه التجربة والمقاربة الروسية انطلاقا من إظهار هذه القوى بمحاربة المشاريع التكفيرية والإرهابية كان يمكن في معارك الطائرات الروسية تضرب وتستهدف هذه الجماعات ومقاتلو حزب الله يخضون العمل الميداني إلى ماذا تؤسس ببناء جبهة أكبر بموازين القوى في المنطقة حين بات حزب الله قوى إقليمية أكثر من قوى محلية تلعب برسم وسياسات وتثبيت معادلات انطلاقا من سوريا ما يجري الآن في الشمال السوري مثلا سعد السفير هذا صحيح ونحن ندرك تماما الأهمية لحزب الله خلال كل هذه الفترة ومثل ما قلت فعالية العسكرية لحزب الله والكفاح المشترك ما بيننا وهذا الوضع يستمر حتى اليوم وأظن أنه بالمعادلة القائمة التعوض بيننا يلعب دورا هاما جدا أعودي لك دكتور مكرم ذكرت المحطات الأساسية ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى الإمكانيات القدرات والإنجازات يعني أورد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية تقريرا عن قدرات حزب الله يقول فيها بأنه أطخم قوة عسكرية خارج إطار الجيوش النظامية في العالم ما هي عوامل وعناصر القوة التي جعلت هذا الحزب يتحدى إرادة دول أرادة القضاء عليه إلا أنه تحداها وانتصر بهذه المعارك وهنا تحدث ليس معارك بالمعنى العسكري بل السياسي الاقتصادي وحتى الأخلاقي والإنساني دكتور مكرم وهل يمكن الحديث عن أحد أهم مقومات ذلك أو العناصر الأساسية نموذج القيادة المختلفة التي خلقها وبرز بها السيد حسن نصر الله بالكاريزمة بالإبداع بالمصداقية بالاستراتيجية والرؤية هذا التطور في تاريخية حزب الله لم يأتي أولا من فراغ وإنما أتى من سياق محاولات النهش نهش لبنان بشكل خاص ولكن محاولات القضاء على فلسطين بشكل عام وعلى الدول والأمة العربية وتفتيتها ولكن هذا التطور جاء تدريجيا وليس بشكل مفاجئ أن يظهر السيد صفي الدين ويقول ما قاله لأن هذا بحاجة إلى وقت وفي الوقت هناك محتوى عسكري واقتصادي وسياسي ولكن أقول هنا أستاذ وفاء أن حزب الله قبل أن يكون قوة عسكريا إنما هو منظومة تحمل منظومة قيامية ولذلك فهو عبارة عن منظومة تنشئة سياسية قومية اقتصادية واجتماعية هذا هو الأساس وإلا لما كانت له هذه الحاضنة الكبيرة في لبنان وفي جبهة المقاومة وفي الدول العربية بشكل عام من هنا أنتقل إلى المايكرو أو الصورة الأصغر والصورة الأصغر ترسم لنا خارطة لحزب هو عبارة عن منظومة انتقلت وكما قلت من منظومة عابرة للإقليمية إلى دولة فرعية وعندما أقول دولة فرعية لا أقصد دولة تحارب الدولة المركزية لا بل على العكس فإنها تقويها من الداخل وتقوي جبهتها الجانبية ضد الأعداء الخارجيين وهنا في هذه المنظومة توجد هرمية واضحة وفي رأس الهرم توجد شخصية هي مقارنة ببقية القيادات هي شخصية شبابية وشبوبية عصرية تقدمية وبالتالي لها صفات شخصية كارزمية هي شخصية باحثة إذا ما استمع الجميع إلى السيد حسن نصر الله يدرك تماما أنه أمام شخص مفكر تقريبا قد أقول لو لم يكن يمتهن الوظيفة الحزبية لربما لكان أكاديميا منظرا وبالتالي فهو يقود تنظيما له أيضا وهنا أنتقل من النقطة الأولى وهي الهرمية وهو في رأس الهرم ويعمل ويتصرف وله ما يسمى حتى بالألمانية الأوشتغالونج الهالة الكارزمية لشخصيته وبعدها هذه الهالة لديها أيضا ما يسمى بإعطاء الأوامر بشكل منظم ما يسمى بشكل منظم جدا ولكن من الناحية الثالثة لهذا الحزب هناك فروع متعددة ولكن أهمها أستاذ وفاء والتي ساعدته بأن يتحول إلى ما هو عليه الآن هو طريقته وقوته وقدرته بأن يطور ذاته إلى المستوى العصري وإلى أن ينتقل من حزب تقليدي عادي داخلي لبناني إلى منظومة عصرية تقدمية انتقلت إلى العصر الرقمي ما يسمى إلى العصر الرقمي والأمن الإقليمي هنا نرى مثلا على سبيل المثال قدرته على إطلاق المسيرات ورغم أن ليس لحزب الله سلاح جو هذه القدرات التطورية التي استطاعت أن تضخها القيادة من الأعلى إلى الأسفل وبواسطة ما يسمى بقنوات التواصل والاتصال الواضحة المتقدمة جعلت من حزب الله هذه القوة التي لم تستطع أكبر قوى العالم بوكلائها وبعملائها وبملياراتها من أن تكسره لماذا؟ لأن في هذا التنظيم توجد توجهات هي عبارة عن مزيج من الالتزام لهذه المنظومة القيمية ولكن أيضا إضافة إلى الالتزام هناك ديسيبلين هناك طاعة وإيمان بما يقدمونه ولكن أكثر من ذلك أستاذ وفاء لا يمكن أن نتكلم عن حزب الله على أنه حزب طائفي أو مذهبي على الإطلاق انظروا إلى حاضنة حزب الله التي تتكون وتتشكل من الأرثوذكسي والماروني والسني ونحن لا نريد أن نتكلم بشكل طائفي ولكن هذه مكونات ديمغرافية جغرافية يجب أن نعرفها تماما عندما تزورين بعض الدول العربية وترين في صالونات المثقفين صورة السيد حسن نصر الله هذه ليس لأنهم شيعة هن ليسوا شيعة هن ليسوا شيعة لربما هن موارنة أو أرثوذكس أو سنة ولكن هذا يقول لنا على أن هذه المنظمة وبرأسها الهرمي هي استطاعت النجاح بتمريري وإقناعي وبشكل ديمقراطي يعني كميات كبيرة هائلة من الجماهير العربية ومن الأمة العربية بواسطة إيمانها بهذه المنظومة القيمية وأيضا على أنها هذا نجاح أيضا بالخطاب السياسي دكتور مكرم إضافة إلى ما ذكرت نقطة أساسية بتطوير ذاته بمواكبة هذه التطورات والتحولات التكنولوجية للاستفادة منها بالقدرات العسكرية وحتى بالخطاب السياسي نقطة إضافية هنا أسمح لي أن أنتقل من جديد إلى السيد سبريغمان بما تقدمت به سيد سبريغمان يعني حزب الله يلعب هذا الدور الإقليمي السيد هاشم صفي الدين يؤكد بأن المقاومة أصبحت جزءا أساسيا وقويا بمعادلات المنطقة كقوة إقليمية حزب الله يجاهر بأنه الداعم والمساند الفعلي للمقاومة الفلسطينية بسوريا كان جزءا أساسيا بمحور المقاومة المنتصر في سوريا كذلك بالعراق هو يدعم هذه المقاومة بوجه المجموعات التكفيرية الإرهابية وحتى المحتل الأمريكي اليوم الأمريكي كيف ينظر إلى حزب الله واشنطن من وجهة نظرها هل هي قوة إقليمية لا أعتقد أن واشنطن تنظر إلى حزب الله كقوة إقليمية بل تنظر واشنطن إلى حزب الله كمسألة لا بد من تخلصي منها كعقبة تقف أمام الهيمنة المطلقة الأمريكية والإسرائيلية للمنطقة فالسياسة الإسرائيلية تقوم على خطة أساسية قوامها أن تحيط نفسها بدول عربية ضعيفة قادرة على الوقوف في وجه السلطة العسكرية الإسرائيلية والسلطة السياسية كذلك وبالتالي من هذا المنطلق يشكل حزب الله حجر عثر أساسي بالنسبة إلى الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة ولقد نجح حزب الله في طرد الإسرائيلين من لبنان وقد تمكن من الالتفاف على السفن الإسرائيلية والحاق ضرر بها وقام حزب الله كذلك بأخذ بعض أجنود الإسرائيليين رهائن وبالتالي كل ذلك يشكل من إنجازات حزب الله حيث تمكن حزب الله من توفير ذاك الدرع الحامل يستفقد بالإثبت إلى الشعب كذلك السنة والمسيحين والدروس ولذلك ينعم حزب الله بقدر كبير من الدعم في مختلف عن حال بلاد والأمريكيون والإسرائيليون لا يحبون ذلك الواقع ولذلك يحاولون أن يواجه هذا الواقع في حين أن حزب الله بالطبع لا يشكل قوة دولية تباهي البلاد المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكن لحزب الله عمليات جارية في سوريا وفي لبنان ذلك بهدف حماية البلدين والوقوف في وجه القوة المشتاحة والإسرائيليين كذلك الذين يقومون بقصف إسرائيل عبر المشاركة اللبنانية حتى نحن بتقديم العرض لم نتحدث عن قوة دولية ولكن على المستوى الإقليم نتحدث برسم معادلات إقليمية فقط للتوضيح بهذه الجزئية ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة هذه العقبة التي وصفتها لم توفر أي وسيلة أو أي أدوات لتشويه الصورة يعني جيفري فيلتمن أمام مجلس الشيوخ في حزيران يونيو عام 2010 قال صرفنا مليارات الدولارات لتشويه صورة حزب الله هنا أي دور لعبه حزب الله بإفشال المشروع الأمريكي في المنطقة أتحدث خصوصا عن مشروع الشرق الأوسط الجديد لا شك في أن هذا الفشل قائم وفشل الخطة الأمريكية قد عزز دور حزب الله حزب الله قد واشى هجومات من لاتون بيك المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية ودول وكيلة كذلك مثل المملكة المتحدة ألمانيا وفرنسا وقد اعتبرته منظمة إرهابية وعرضته لمختلف أنواع العقوبات وأشكالها حتى على مستوى المساعدات التي قد تقدم مثلا لجهات تابعة لحزب الله لتوفير المسكن والمأوى للأطفال الذين يعيشون في البرد القالص في البقاع وهم يواجهون العقوبات الأمريكية بالتالي أمريكا لا تدخل جهدا لكي تنقضع على هذا التنظيم ولا تحب تواجد حزب الله وتمثيله على مستوى حكومة اللبنانية وأي ركن من ركون المؤسسات اللبنانية وقامت كذلك حزب الله بانتقاد نواب طبيعينا حزب الله وكذلك فرض الأقوبات عليهم وهو أمر غير مسبوق ممتاز سيد سبرينجمان سيد دكتور مكرم خوري مخهول وكذلك سعد تسفير ألكساندر سنستكمل هذا الحوار خصوصا فيما يتعلق بتعاظم قوة حزب الله ونظرة المحتل الإسرائيلي بالمعادلات وقواعد الاشتباكات أو الاشتباكات التي رسخت في المنطقة ولا سيما بعد حرب تموز عام 2006 سنكمل هذا النقاش معكم ولكن مشاهدين الكارم نذهب إلى فاصل قصير من بعد نعود لاستكمال من جديد من جديد أهلا بكم في المسائية في الطريق نحو تحوله قوة إقليمية قطع حزب الله مراحل عديدة ومحطات مفصلية في تاريخ هذه المنطقة لعل أولها تحرير جنوب لبنان عام 2000 وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي على يد قوة مقاومة للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان ثانيا انتصار الحزب في معركة ضربه في حرب تموز 2006 وسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر وهيبة القادة الإسرائيليين أما المعركة المفصلية كانت الحرب الكونية على سوريا حيث لعب حزب الله دورا مفصليا في تغيير مسارها في هذه الفترة جرت مناوشات بين الحزب والجيش الإسرائيلي ثبتت خلالها المقاومة معادلات وقواعد اشتباك أبرزها القصف مقابل القصف والباخرة أرض لبنانية التي منعت استهداف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان هذه المحطات وغيرها حولت حزب الله إلى قوة إقليمية تخشاها وتسعى خلفها دول غربية وعربية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل ليس وليد الصدفة أن تكون قوة إقليمية وازنة رادعة وهذا ما ينطبق على حزب الله فقد بلغ أو قد بلغ مكانته هذه باعتراف الكثيرين حتى من خصومه وأعدائه بفضل نظرته الاستراتيجية وتفعيل علاقاته خدمة لهدفه الواضح وهو مواجهة الاحتلال ومن يخدمون مشروعه في المنطقة التقرير والقراءة لمحمد عبدالله تعريفاً هو أقوى فاعل من غير الدول لدى الخبراء العسكريين والحديث هذا مقصود به حزب الله التحول إلى قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب لم يكن اعتباطاً هذا التصنيف إنما هو حصيلة لتوازن في الردع يفرضه مقاوماً للاحتلال بخبراته المتراكمة وقدراته المتعاظمة وكذلك لحضوره إقليمياً متصدياً للإرهاب وداعماً حركات المقاومة وعلى رأسها الفلسطينية في سوريا استبق التهديد الإرهابي وحسم أمر مواجهة المتطرفين فكان أن تلاشت مخاطر تغول تنظيماتهم وعلى الساحة العراقية لم تغب بصمته في دعم المقاومة هناك حيث التطرف والاحتلال وجهان لعملة واحدة وتصل تلك الوشائج من الحزب إلى اليمن بحكم التضارب بين مشروع المقاومة ومشروع محور تطبيعي منوئ يرتمي بوضوح في حضن إسرائيل ولا يخفى أن تسليح الحزب إيراني إلى حد بعيد حيث الجامع اليوم أصبح محوراً قوياً قاسمه المشترك المقاومة وللحزب دور محوري تسليحاً وتدريباً وتخطيطاً بحكم فرادة التجربة وإنجازاتها المبكرة ولا يقتصر الأمر على البعد العسكري فللحزب هيكلية تنظيمية وقيادة سياسية محنكة وكل ذاك وثيق الترابط عضوياً كما يقوي شوكته على صعود متعددة يقر الإسرائيليون بحنكة السيد حسن نصر الله فهو في عيونهم قوي الكاريزما وفي صدقية الخطاب يتفوق على قادتهم إذ يؤخذ على محمل الجد كلامه ولا يمر حديثه إلا وقد أشبع قراءة وتحليلة ويكاد الأمين العام والحزب في عيونهم لا ينفصلان وإن كانت القيادة لا تلغي تماسك الحزب وهيكلياته ولا حتى الحزب في غنى عن توجيهاتها القيمة أو نظرتها الاستراتيجية المتفحصة لذلك يجد الأمريكيون بكل أدواتهم المتاحة من خارج لبنان وأيضا من داخله عسرا في استهدافهم حزب الله وهم يحاولون إضعافه بضرب اقتصاد اللبنانيين وتعميق أزماتهم سعيا لتأليبهم عليه لم يجل في خواطرهم ربما أنه سيمضي في توسيع نطاق قوته حيث يتداخل استقدام سفن الوقود مع تعزيز الردع ومعادلاته أجدد الترحيب بضيوفنا وأستاني في الحوار معك سعد السفير أليكساندر زاسبيكن هذا الدور الإقليمي الذي مكن حزب الله من أن ينطلق من الحماية لمناطقه عمقه الاستراتيجي أيضا إلى ركيزة أساسية للدفاع عن محور كجزء أساسي من هذا المحور محور المقاومة وتحقيق الإنجازات التي قلبت المعادلات وقواعد الاشتباك مع الإسرائيلي كيف ينظر اليوم الإسرائيلي أي دور آني ومستقبلي لحزب الله بقواعد الاشتباك وجبهة التصدي للإسرائيليين أعتقد أن الجميع يعترفون بأن قيادة حزب الله تتصرف بزكاة على الصعيد الإقليمي والداخلي ونحن ندرك تماما أن داخليا في لبنان علاقات ما بين حزب الله والدول والجيش اللبناني علاقات جيدة وهناك تعامل بالناء فبالتالي أن الجهود الجهود الحزب الله كمقاومة هذا الجوز لا يتجزى من نشاط لبنان ضد الاختلال هذا من ناحية من ناحية أخرى على الصعيد الإقليمي هناك الموضوع مكافة الإرهاب لم يستقبل بعض فبالتالي هناك الأهداف مطروحة حتى في سوريا أو إجمالا في المنطقة ونحن لا نعرف أنه أين هناك بتصير المهود لإرهاب التكفيلي فبالتالي حزب الله عنده دور للمرحلة القادبة من ناحية أخرى نحن نعرف أنه سياسيا حزب الله يقف دائما من أجل تنقية الأجواء في المنطقة فبالتالي نحن الشركاء في هذا المجال بصورة طبيعية وعندما تسعى الروسية إلى العلاقات مع جميع الدول العربية علاقات بالناء وهذا نحن متفقين مع حزب الله في هذا المجال فبالتالي أنه هناك راح تحدث تطورات عديدة في المنطقة خلال مرحلة قادمة سيد زاسبيكن أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج بأن روسيا تعتبر وتعتمد على حزب الله بمواجهة المشروع التكفيري كقوة أساسية ميدانية عملية عسكرية وحتى بالبعد السياسي لهذه الشراكة لدينا لقاطة وتعاون مع سوريا الجيش السوري وحلفاء وحزب الله حليف من الأساسي لسوريا هذا واضح كل الوضوح من ناحية عسكرية نحن نعرف نحن ناس مدنيين ولكن نحن نعرف أن حزب الله في المجال العسكري فعال جدا ولعبت دورا هاما في سوريا للمرحلة القادمة مثل ما قلت أن هناك لا نعرف التطور الأوضاع في كل الأحوال استكمال السياسي السياسي السورية هذا وارد كما أن هناك موضوع التنقيج الأجوار في المنطقة أيضا واضح ونحن شركاء في هذا المجال هنا أذهب إليك وأعود إليك دكتور مكرم خوري مخول بالنسبة لهذا الصراع القائم ولسيما بالعقيدة ونحن نتحدث كما ذكرت عن هيكلية تنظيمية وعقيدة قتالية وقيادة محنكة وذكية يعني ذكر نقطة أساسية كذلك القيادة الذكية سعدت السفير كيف تنظر إسرائيل بالمقابل إلى تعاظم قوة حزب الله يعني اسمح لي بشكل سريع حينما يقول أحد قياديين الأمنيين والعسكريين قوة حزب الله تجبرون على المبادرة والجاهزية دوما وهي تعلم إلى أين وصلت هذه القدرات وتعاظم قوة حزب الله كيف تنظر إسرائيل إلى هذه القوة وأيضا كيف تفكر بمواجهة هذه الإمكانيات والقدرات التي بات يتمتع بها أستاذ وفاء كما تعرفين أراقب جميع الذي ينشر باللغتين على الأقل العبرية والإنجليزية وبالتالي بإمكاني أن أقول أن هناك حالة من الذهل من الطرف الإسرائيلي لأنهم يشعرون بالفشل الفشل الأكبر الذي يشعرون به وليس هم على فكرة أيضا الأمريكيين وسأعطيكم الآن مثالا يشعرون أنهم أخطأوا التقدير أو ما يسمى بأنهم عرضوا أو قدموا wrong assessments ويشاركهم ويشارك الإسرائيليين أيضا إحدى الشخصيات أو أحد الشخصيات الكبيرة للدولة العميقة الأمريكية وبالتأكيد سيعرفها الضيف الشريك من أمريكا وهو البروفيسور كودزمان والبروفيسور كودزمان بمنشوراته الأكاديمية والاستراتيجية العديدة يعترف تماما بالفشل الصهي أمريكي بكل ما يتعلق بقوة وتعاضم وتطور حزب الله هذا يدخلهم إلى أزمة سياسية أمنية اقتصاديا وأيضا نفسية ولكي لا نقلل من أهمية الحرب النفسية التي يعيها الطرف الصهي الأمريكي ويعرف تماما أن السيد حسن نصر الله بسياسته وشخصيته وأدائه الخطابي قد أحرز في شباك الطرف الإسرائيلي وأفقد أدقاد الإسرائيليين المصدقية والثقة بعيون مكوناتهم الاجتماعية وهذه مسألة خطيرة جدا لماذا لأن لحزب الله كانت ومازالت استراتيجية تحمل أهدافا الهدف الرئيسي وفقا لفهم أستاذ وفاء هو أن حزب الله أراد أن يحقق التعادل في ميزان القوة وهذا the balance of power هذه مسألة مهمة وقد حقق ذلك داخليا إقليميا وعالميا وما يسمى بـ forming alliances أي وضع أو إنشاء تحالفات وهذه التحالفات المحلية ونراها وتعرفونها في لبنان والحليف الأكبر هو الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون وطبعا هناك تحالفات إقليمية مع سوريا ومع اليمن ومع العراق أيضا وهناك تحالفات دولية وأنا أعرف أن السفير زاسبيكن هو شخصية محنكة وقال أنه مدني ولكن أفيدكم أنه يعرف تفاصيل الأمور الاستراتيجية العسكرية أقوله عنه وهو يعرف تماما عن العلاقات الروسية اللبنانية وعلاقات حزب الله بروسيا وبسوريا وبإيران ونحن نرى كل ما جرى ويجري في سوريا وكان حزب الله قريبا من كل نقطة يتعامل ويدعم سيادة الدولة السورية بما في ذلك ما نعرفه العلاقة الحميمية الشخصية ما بين الرئيس الدكتور بشار الأسد والسيد حسن نصر الله إذن هناك منظومة فكرية تقود هذه المنظومة العسكرية الاستراتيجية والتي تحولت من حزب من حزب محلي إلى قوة إقليمية ومن قوة إقليمية عابرة للإقليمية إلى دولة فرعية لا يمكن اليوم إقرار أو التقدم بأي تحرك سياسي استراتيجي في المنطقة دون أن تكون قوة وترافق صفة القوة التي تحدثت عنها يعني التعادل بميزان القوة إن كان محليا إقليميا ودوليا هذه نقاط أساسية ولكن بنوع من العقنالية التواضع كذلك والحكمة بمقاربة يعني الواقعية التي حاول بها حزب الله اسمح لي ذكرت يمكن بالنسبة لإسرائيل كيف تتعامل هل تفكر سيد سبرينجمان يعني نتحدث اليوم إذا أمكن وذهبت إسرائيل لأنها تتحدث عن تهديد استراتيجي لوجود حزب الله الذي يهدد وجود هذا الكيان في المنطقة وليس فقط بقواعد اشتباك ومعادلات آنية في هذا الصراع اليوم هل واشنطن هي ستدعم وهي بالعادة لديها الحليف الأساسي في المنطقة إسرائيل وإسرائيل تتكل في أي حرب على حليفتها البلاد المتحدة الأمريكية في إمكانية التفكير الإسرائيلي إذا ما ذهبت إلى أي حرب ونحن نتحدث ليس فقط مع حزب الله الذي هو جزء من محور المقاومة يعني لا تستطيع أن تقوم بحرب مع حزب الله على حدة أو مع المقاومة الفلسطينية أو بشن عضوان على إيران نحن نتحدث عن ساحات مشتركة عن جبهات متكاملة وموحدة بالنسبة لقوة محور المقاومة هل تدعم واشنطن قرار تل أبيب إذا ما أقدبت على حرب على حزب الله أو على أي مكون من محور المقاومة بالاستراتيجية الأمريكية الحالية وإدارة بايدن لا شك في أن البيت المتحدة الأمريكية ستدعم إسرائيل في أي نزع أنظر لما فعلته في الماضي من خلال إعادة تسليح الإسرائيليين بعد أن خاسروا ما امتلكوا من قدرات صاروخية وبعد فشل القبة الحديدية التي اكتسبتها إسرائيل من خلال آتمو الأمريكي والواقع هو أن إلى حد كبير الأحزاب الأمريكية كانت تابعة للحركة الصهيونية وتابعة كذلك لتحركات والسياسة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط منذ إطلاق هذه الخليقة غير الشرعية عام 1948 بعد 1900 واحتلال فلسطين ونعرف أن الإسرائيليين يكرون حزب الله فحزب الله كان القوى الوحيدة التي تمكنت من الوقوف في وجه أجمات إسرائيل على لبنان وعلى سوريا كما أن حزب الله قد دخلوا الحكومة اللبنانية وبالطبع الإسرائيليين لا يعجبهم ذلك وقد أقنعوا الأمريكيين أن يفرضوا العقوبات على بعض العناصر في الحكومة اللبنانية وحتى بعض النواب وقد فرضوا كذلك العقوبات على أشخاص سوريين وكذلك على الإمدادات العادية التي تصل إلى سوريا حتى إمدادات الإغاثة وقد أدى ذلك إلى فرض الكثير من مصاعب على حياة السوريين والإبنانيين العاديين لكن ذلك لا يهم الأمريكيين فكل ما يهمهم هو إسرائيل ورفها الإسرائيلي على رغم من أن إسرائيل هي أكبر مقترب من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إسرائيل تسيطر بالشكل شبه كامل على الإعلام الأمريكي على مستوى المرئي المسموع والمكتوب وإسرائيل تسيطر كذلك على أوصات الحكومة الأمريكية والكونغرس وقد تمكنت من تمرير القون التي تحتاجها لمواصلة الحصول على 10 ملايين دولار في اليوم واحد من أموال دفعاء الضرائب الأمريكيين وهذا ما يمكنهم ولذلك أعتقد أن الأمريكيين سيوصولون دعم إسرائيل مهما كان السيناريو وقد دعم إسرائيل في السابق حتى على مستوى استخدام السلاح ضد شيران هوى بشكل أساسي ستفعل أمريكا كلما ترتئيه إسرائيل وستدعم إسرائيل بصورة مطلقة تماما عندما يقول الرئيس الأمريكي الحالي البايدن أنا صهيوني وصلت الفكرة والرؤية رغم أن هناك مقاربة أخرى لدى بعض الأوساط السياسية أو حتى الأمنية في إسرائيل بأن في واشنطن بأن إسرائيل باتت تشكل العبء الكبير على واشنطن ولكن كما ذكرت بالسياسات الاستراتيجية واشنطن تقف إلى جانب تل أبيب في أي مواجهة أو حرب يمكن أو عدوان على محور المقاومة أو حزب الله شكرا جزيلا لك سيد مايكل سبرينجمان الدكتور والديبلوماسي الأمريكي السابق كنت معنا من واشنطن الشكر موصول لك دكتور أليكساندر الدبلوماسي السابق كنت معنا من موسكو وشكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري مخول مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبردج كنت معنا من لندن دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة